حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا أنس بن سيرين عن عبد الملك ابن قطادة ابن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام ليالي البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة وقال هي كصوم الدهر حدثنا عارم حدثنا معتمل قال وحدث أبي عن العلاء بن عمير قال كنت عند قطادة ابن ملحان حين حضر فمر رجل في أقصى الدار قال فأبصرته في وجه قطادة قال وكنت إذا رأيته كأن على وجهه الدهان قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على وجهه قال قال أبو عبد الرحمني حدثنا يحيى بن معي وهريم أبو حمزة قال حدثنا معتمل فذكر مثله حثنا بهز حدثنا شعبة حدثني أنس بن سيرين عن عبد الملك رجل من بني قيسي بن فعلبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بصيام أيام البيض ويقولهن صيام الشهر أو قال الدهر حثنا روح حدثنا همام عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن قطادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم الليالي البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة وقال هناك هيئة الدهر حثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت أنس بن سيرين قال سمعت عبد الملك بن المنهال يحدث عن أبيه قال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض الثلاثة ويقولهن صيام الدهر ترجمة نانسي قنقر